8 يومين 3 أيام شهر أسبوع هذا سهم المراكز العربي 61 فيبو تصحيح هي منطقة 21 ولو رسمنا خط عرضي يا شبا الآن استراتيجي انظروا عندما انظروا الآن عندما بدأ السهم ينذل في السوق بتاريخ 30-5 أين كانت بداية رحلة السهم كانت بداية رحلة السهم من مستوى 21-60 تمام لاحظوا هنا لما نزل في كورونا ترى ما قفل إلا في شمعة مارشو على طول رجع فوق الخط العربي ده المنطقة دي شوفوا سبحان الله الآن مع اتجاهنا الهابط نحن الآن على أعتاب هذا الخط وعلى أعتاب 61 فيبو يعني ممكن يكرر نفس الحركات البر بس وينزل تحت الخط ممكن نحن نبرره لعله الاختبار 21 طيب ولو جينا رسمنا قناة هابط جينا قلنا له وعطينا قناة خلينا نشوف أبعاد القناة فين سنجد أن أبعاد القناة حتى ممكن ما توصل 21 أو لو وصلت 21 فأنت على حدودها الاستماتيجية وهذا يفترض أنه يكون الأقل هو أهم دعم كسره طبعا مزعج والإغلاق تحته شوفوا يا أخوان طالما في قناة انت في وسطها فالتداول صالح في السهم كفاكم الله شر البزر مطي والإنزلاقات هذه الإغلاقات بهذه الطريقة هي الإغلاقات اللي فيها غبن وفيها بزر مطي من عيال ثقيلة أما ما يحصل الآن أمر طبيعي أنك تكون ماشي في موجة زي الموجة الصائدة يا أخوان كيف نحن لما نرسم موجة صائدة بهذا الشكل ونقعد نتابعها ونقول ما لم يكسر الترين إن شاء الله تروح سكفها الآن لما تكسرها تثير العملية زي كده قناة هابطة ما لم تخترقها دائما تصور إنك ترجع من قاعة وانتبه من كسر قاعة هذه اللعبة كلها بكل مصاطر بس إن تحاول إنك تنظلها على اليوم بشكل عشان تساعدك يعني مضاربيا أكتر تكسر السحاب